تسعى مصر والعراق لتطوير مجالات التعاون والشراكة بينهما على مختلف الأصعادة يحتل المجال الاقتصادي أهمية كبيرة في هذا الإطار من خلال تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين امتداداً للعلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين مصر والعراق يحاول البلدان تعزيز تلك العلاقات من خلال مستويات مختلفة أهمها الشق الاقتصادي بما يحقق المصالح المرجوة للدولتين والشعبين الشقيقين وبينما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق 386 مليون دولار وذلك خلال عام 2020 وشملت العلاقات بين الجانبين التبادل التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والطاقة والسياحة والبناء والتشهيد وغيرها وذلك في ظل كون مصر والعراق عضوين بارزين في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية وبذلك فإن هذه الاتفاقية تشكل إطاراً ناجحاً لتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين ويميل الميزان التجاري بين مصر والعراق لمصر وسط تعزيز للتبادل التجاري بينهما من خلال عدة آليات تشمل مجلس الأعمال المصرية العراقية وتعزيز دوره الفاعل في هذا الصدد وبدعم كبير من القيادتين السياسيتين تتفق مصر والعراق على إدامة التواصل المؤسسي لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخماً أكبر خصوصاً في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحاً خدمة للمصالح المشتركة أهمية كبيرة لعلاقات القاهرة وبغداد خاصة فيما يتعلق بإعادة الأعمار وتطوير البنية التحتية في العراق من خلال الشركات المصرية التي تمتلك من الخبرات ما يؤهلها للمشاركة في المشروعات التنموية بالعراق إلى جانب ما يشمله التحالف الاقتصادي بين البلدين أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن من تصدير مصر للكهرباء إلى العراق والأردن فيما تتزايد المؤشرات على أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية